حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير مكون أو في تقرير لها من أن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمشة في البلاد بما فيها اللاجئون والعمال والمهاجرون أو العمال المهاجرون أيضا والذين يشكلون ثلثة عدد سكان البلاد أزمة ثقة جديدة تطفو على السطح في لبنان المثقل بمشكلات متعددة هذه المرة من بوابة لقاحات فيروس كورونا حيث حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير من أن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد الوباء قد يستثني الفئات المهمشة بما في ذلك اللاجئون والعمال المهاجرون الذين يشكلون ثلثة عدد سكان البلاد دعية الحكومة إلى بناء الثقة لدى فئات طالما جرى تهميشها ومع سماح وزارة الصحة للقطاع الخاص باستراد لقاحات إضافية لتسريع عملية التلقيح أبدت هيومن رايتس تخوفها مع بدء بعض السياسيين بالفعل بتأمين لقاحات لمناصريهم حيث توزع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمشة بدلا من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي التقرير سند كذلك إلى أرقام رسمية مغلقة أعلنت عنها الأمم المتحدة في وقت سابق تؤكد أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا يفوق أربعة أضعاف المعدل لدى المواطنين اللبنانيين قبل بدء حملة التلقيح وتعرضت حملة التلقيح لنكسة في لبنان بعد التلقيح 16 نائبا على الأقل وعدد من موظفي البرلمان في فبراير الماضي خارج جدول الأولويات المتبعة في عملية التلقيح ما أثار انتقادات قاسية وتلويحا من البنك الدولي بتعليق الدعم المالي الذي يقدر بأربعة وثلاثين مليون دولار أمريكية تم تخصيصها لمساعدة لبنان في الحصول على اللقاحات شرط توزيعها بشكل عادل ومنصف عبر سكايب ينضم إلي من واشنطن فليب نصيف مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية أستاذ فليب أشكرك جزيلا لإعطائنا الوقت لهذه المقابلة أتساءل أنا وأنظر إلى تقرير هيومن رايتس ووش الحديث هو عن مهاجرين والحديث لربما عن المهاجرين دائما ما يرتبط بعدم موجود كشفات كاملة أرقام أماكن سكان معلومات كافية للوصول إليهم لماذا نلوم هذه الدول على أنها تقوم بالتوزيع غير العادل في الوقت الذي كنا نعاني كثيرا في الطلب بملفات كثيرة لسا فقط في التلقيح المهاجرين بتسليم أوراقهم بالتعريف عن أنفسهم بإثبات أماكن سكانهم وجودهم معارفهم هناك عدم موازنة قراءة كثيرون لربما في هذا الاتهام المباشر بأن التوزيع الغير العادل هو تتحمل مسؤوليته الحكومة أو السلطة في كل من البلدين تفضل سيدي شكرا لاستضافة للحديث عن هذا الموضوع الهام من الواضح أن لبنان يواجه تحديا كبيرا أو سلسلة من التحديات أولا البلاد كما ذكرت تستضيف أكثر من مليون من اللاجئين أو ربما حوالي مليوني لاجئين سوريين وفلسطينيين وأيضا لاجئين آخرين بالإضافة إلى العمال المهاجرين هؤلاء لم يحصلوا على لقاحات نعم معظم الشعب اللبناني لم يلقح ولكن الحكومة اللبنانية وعدت بمساعدة المجتمعات الضعيفة وتوفير اللقاحات لها عدد الموت من اللاجئين السوريين والفلسطينيين هو ثلاثة أضعاف عدد الموت من اللبنانيين منظمة أمنيستي وهيومن رايتس واتش أصدرت تقارير حثة فيها الحكومة اللبنانية للعمل بسرعة على توفير اللقاح ولكن هناك مناطق توجد فيها الكثير من الفلسطينيون لا تستطيع الدولة لربما دخولها وأيضا هناك مشاكل كبيرة إن حاولت الوصول إليها وسكانها لا يخرجون منها ومنها مخيمات وهي غير مستقرة وصعبة الحركة فيها وهناك مطلوبون لربما من الدولة اللبنانية عندما يودون اللجوء يلجأون إلى تلك المناطق ولا يمكن إخراجهم منها يا سيدي هل تغفل هذه المعلومة؟ لا في الواقع الطريقة التي يمكن للحكومة التعامل معها أو فيها مع الموقف في حالة عدم القدرة على دخول المخيم أو الوصول إلى الناس أعتقد يمكن للحكومة أن تعلن أنها لم تتمكن من الحصول على اللقاحات لتوفيرها للمهمشين خاصة اللاجئين يمكن أن تطلب من المجتمع الدولي موارد إضافية وعناصر إضافية للحضور والمساعدة في برنامج التلقيح ولكن ما يبدو أنه يحدث مثل أشياء كثيرة أخرى في لبنان هو أن الحكومة غير فاعلة عندما يتعلق الأمر بتوفير لوازم الشعب اللبناني ثم هناك الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى أزمات أخرى تواجهها منذ سنوات ومنها الجائحة إذا كانت الحكومة عاجزة عن الوصول لهذه المجتمعات فعليها أن تقول شيئا وأن لا تعطي الأولوية لشرائح غير هذه الشرائح المهمشة فنسبة الوفيات في صفوفها أعلى بكثير من الشرائح الأخرى طيب ماذا عن الكويت الكويت هي دولة غنية دولة نفطية أحد الدول الخليجية التي لم يذكر أو تتهم بأنها تقوم باتباع هذا النهج ولا نود أن ننسى بأن عدد سكان دولة الكويت يا سيدي الكريم هو قليل يعني حدد المواطنين هناك قليل لا يقارن بدول أخرى الآن فلماذا على الكويت أن تقوم يعني بتأخير أو تعطي أفضلية لمواطنيها على حساب الوافدين ما هو المغزى والمكسب من أن تقوم بذلك كل ما أستطيع قوله هو أن كل دولة على هذا الكوكب يجب أن توفر اللقاح للناس بأسرع ما يمكن ولا يجب التمييز أو محابات مجموعة على حساب مجموعة أخرى بناء على اعتبارات دينية أو سياسية أو عرقية يجب أن يُعطى اللقاح على أساس من يحتاجه أولاً يجب إعطاء هؤلاء ثم المهمشين واللاجئين والعمال الأجانب وأيضاً المساجين كل هؤلاء الذين يجتمعون سوياً نرى تفشي للوباء في صفوفهم ثم ينتقل إلى شرائح أخرى في المجتمع ونحن لا نريد ذلك أعتقد أن الحكومة الكويتية تقوم بتهميش مجتمعات ومعدلات الإصابة فيها عالية جداً ولا يجب أن تفعل ذلك طيب دعني أستعرض ما حضرتك كذا تكرم ضيف الكريم ومشاهدين ومشاهداتنا أيضاً ماذا تعرضت له الكويت من انتقادات وبسبب ماذا تعرضت الكويت لانتقادات بسبب سياسات تمنح مواطنها الأفضلية للحصول على لقاح كورونا على حساب الوافدين الذين يشكلون نسبة كبيرة من عدد السكان في البلاد الوافدون يشكلون نحو 70% من عدد سكان الكويت لكن البيانات تؤكد أن المواطنين حصلوا على اللقاح بمعدل ستة أضعاف نسبة التلقيح لغير المواطنين وتعد الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي اتبعت هذا النظام كيف سنشرح ذلك بالأرقام بعد قليل السلطات الكويتية أعلنت أن العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن سيكونون في مقدمة متلقي اللقاح لكن بعد أسابيع أصبح من الواضح أن نصيب الأسد من الجرعات يذهب إلى الكويتيين بغض النظر عن أعمارهم أو حتى صحتهم بالأرقام لقحت الكويت في الأسابيع الأولى ثمانية عشر ألف وافد مقيم طبعا مقابل مئة وتسعة عشر ألف مواطن كويتي أثر هذا التفاوض جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي حذر أطباء كويتيون من أن التسلسل الهرمي للتلقيح في الكويت يضر بالصحة العامة قاموا أيضا بوصفه بالتوجه الخاطئ للأولويات بالتركيز على المواطنين بدلا من الفئات الأكثر عرضة أولا وهو الأمر الذي يسبب مشكلات تؤدي إلى تفاقم انتشار الجائحة أعود مرة جديدة إلى ضيفي من العاصمة الأمريكية واشنطن أستاذ فليب نصيف أستاذ فليب هل تتحمل ربما إدارة الصحة العالمية القوى العالمية الكبرى أيضا وتلك التي تدعم أيضا أعطاء اللقاحات في الدول النامية والدول العربية وفي دول العالم هل تتحمل جزءا من مسؤولية أنها لم تضع نظاما موحدا أو طريقة لتجاوز هذه أو لمنع حدوث هذا النوع من التجاوزات انحدثت بالفعل أنا أبني على التقارير المطروحة تفضل أستاذ فليب أقدر الحديث عن الموقف في الكويت رأينا هذه الإحصائيات والفرق بين السكان والمهاجرين وآخرين والعمال المهاجرين ومجموعات أخرى لا تحصل على اللقاح رغم أو هذا هو الفرق الذي يقلقنا منظمة الصحة العالمية بالتأكيد تتحمل بعض اللوم على ما حدث أيضا كينات أخرى كان عليها أن تؤكد على ضرورة إعطاء اللقاح للشرائح الأخرى خاصة أولئك المعرضين للخطر ويجب إعطاء أولويات للمعرضين للخطر نتيجة للظروف المعيشية مثل الإزدحام وأيضا العمال المهاجرين واللاجئين واضح أن هذا لا يحدث في الكويت ولا يحدث في لبنان ولا يحدث في عدد من البلدان في العالم وهذا يبعث على القلق لنا كمنظمة حقوق إنسان علينا التأكد أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وآخرين يعبرون بوضوح عن أن أفضل طريقة للبلاد لتخفيض عدد الوفيات يتمثل في إعطاء اللقاحات ومن الصعب تنفيذ ذلك إذا لم تتبع البلدان النصائح هذه النصائح هذه مشكلة أخرى وقد رأينا هذا يحدث وهناك الكثير من العمل أمامنا للتأكد من توفر اللقاحات وتوزيعها بالشكل الصحيح ولكن أيضا على المنظمات العالمية أن تستمع إلى النصائح أيضا عندما ننظر إلى هذه التقارير اليوم تثير لدينا كثير من التساؤلات من تقارير منظمات هيومن رايس ووش غيرها من التقارير عندما تتحدث عن قضايا حقوق الإنسان بالعموم وهذا يندرج تحتها أيضا تحت قضايا حقوق الإنسان ما نتحدث عنه نحن اليوم حضرتك أستاذ فليب على سبيل المثال لا الحصر وأرجوك أن لا تحصر الحوار بهذا الاتجاه ولكن أنا أعطي مثالا هنا فقط تتهم السعودية بأنها تنتهك حقوق الإنسان لم تتهم بهذا التقرير الأخير بأنها تنتهك حقوق الإنسان بهذا الملف إذن هذا ينفي الصفة بالعموم عن كافة البلاد ويشيرنا للسؤال بأن هذه التقارير تجدزئ فقط الملفات والأحداث بأنها مضرة بحقوق الإنسان أو غير مضرة بحقوق الإنسان حسب الحدث وليس حسب النهج الذي تتبعه الدولة أستاذ فليب أعتقد أن هذا التقرير يتحدث عن تقرير حقوق الإنسان يركز على دول معينة مثل لبنان مثلا ولكن لا يوجد أو لم يكن هناك أي مثال جيد لبلد قام بالعمل بشكل مثالي هناك نقد يمكن أن يوجه هنا وهناك ولكن ما رأيناه في لبنان وفي الكويت وفي دول أخرى بما فيها السعودية رأينا أنه عندما تتوفر البيانات لم نرى أن السكان المعرضين للخطر أعطوا اللقاح اللازم مثل الشرائح السكانية الأخرى في البلاد أعتقد أن الفساد يلعب دورا كبيرا ويتحمل اللوم في لبنان وفي بلدان أخرى وأعتقد أنك ترى حقيقة بسيطة وهي أن بعض هذه الدول لا تعامل العمال المهاجرين كما تعامل مواطنيها هذا الموضوع واجهنا في مجال الإسكان والرعاية الصحية هذه قضايا نعمل عليها لفترة طويلة في أمنيستي انترناشنال أو منظمة العفو وهناك أيضا الجائحة أن نحن نذهب إلى كل حكومة تستحق النقد ونتحدث إليها لقد رأيت عينات تعيش هذه المشاكل في لبنان وفي الكويت وفي مصر وفي دول أخرى ونحن هنا كي نجعل الناس يفهمون أنه يمكن إدخال تحسينات على سياسات هذه الدول ولا نرى هذه التحسينات بعد أستاذ فليب أنا أود أن أشكرك لساعة صدرك لأسئلتي احتملتني كثيرا شكرا جزيلا لك أرجو أن يتكرر هذا اللقاء بحضرتك مرة أخرى عبر سكايب من واشنطن فليب نصيف مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية شكرا جزيلا لك